سهلا وسهلا بكم طبعا مشكلة طبعا الغلاء الفلارس ازاي انني يعني اوفر في العلف وازاي انني اعيد استخدام الفلارس بعد وضعها للطيور طبعا احنا بنشوف طبعا الطيور بتخضر وبتوقع فلارس وبالكم كتير جدا يعني بنلاحظ ان في فلارس كتيرة جدا وبالكم بيقعوا في ارضية الافص انا هوري لكم النهاردة ازاي ان احنا نستخدم ونعيد استخدام الفلارس اللي وقعت في ارضية الافص بشكل امن جدا لان طبعا لو انت استخدمت الفلارس ديت مرة تانية بدون اللي انا هقولك على الوقتي هيحصل مشاكل كتيرة جدا في امعاء الطائر وممكن اصابة الطائر بالامراض الخطيرة طبعا يا جماعة احنا بنشوف طبعا الفلارس مرتفعة جدا والبالكم يعني غالي جدا فاحنا محتاجين ان احنا نوفر في الايام ديت وبعدين كمان الفلارس لسه هيرتفع تمنه فاحنا شوفوا معايا احنا هناخد بس اللي هو البالكم والفلارس اللي هي سقطت في ارضية الافص ودي بتسقط بكميات كبيرة جدا انا بقى كلمك النهاردة على انني خدت فقط يعني من جوز واحد فقط يعني خدت من افص واحد بس طبعا يعني انت لو عندك مثلا كميات كبيرة جدا من العصفير فانت هتاخد كمية يعني كمية رد من البالكم والحبوب اللي سقطت في ارضية الافص كمية كبيرة جدا تعالوا كده نشوف هنعمل ايه اول حاجة احنا هنصفي الحبوب دي عشان نبعد البراز والفضلات والقشر العباد الشمس طبعا نلقيت طبعا المصفى دي يعني مناسبة جدا انت ممكن تستخدم يعني غربال او اللي هو بييفصل الحبوب عن الفضلات الكبيرة او القشر الكبير زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ننظف الحبوب ونفصلها عن البراز وعن الفضلات وعن القشر عباد الشمس او زي ما احنا شايفين هنفصله كده خلي البالك كويس جدا النهاردة طبعا مع ارتفاع العلف شايفين اصلا انت بتجيب اصلا البال كم بتجيبه او الفلارس او الدنيبة فبتلاحظ ان ان هي مليئة بالطراب خلي بالك لان كل ما يرتفع ثمن العلف كل ما طبعا احنا طبعا اليومين اللي جايين دمت طبعا الفلارس توقع ان الفلارس والبلكم والدنيبة هيرتفع ثمنهم فانت اصلا من الافضل ان انت الوقت تخزن شوية يعني حاول ان انت تخزن مثلا لو انت عندك كمية كبيرة من الطيور حاول انت تشتري اليومون دمت وتخزن شوية فلارس فلارس وبلكم لان طبعا الايام اللي جاية ممكن تكون ايام صعبة وهنشوف طبعا ممكن يكون ارتفاع لدولار اكتر وكل ما الدولار يرتفع اكتر كل ما الفلارس هترتفع اكتر شوف احنا بنعمل ايه احنا الوقت عايزين نوفر اكتر شوفوا احنا الوقت بنعمل ايه احنا الوقتي بنستمر في عملية فصل الحبوب عن البراز وعن الفضلات خلي بالك ان انا جايب فقط من افص واحد يعني انا جايب فضلات وجايب حبوب افص واحد طبعا انت لو عندك كمية كبيرة ممكن تلاقي طبعا يعني حبوب كترة جدا لان طبعا الطيور بتوقع حبوب كترة جدا فانت الافضل انت تعمل ايه الافضل ان انت تحط للطيور اليومون دمت يعني بقدر بسيط حط للطيور ما تحطش كميات كبيرة خلي بالك معايا تابع معايا الفيديو للنهاية عشان اقولك على الطريقة الصحيحة هنعمل اهوت هنخلصنا اهوت بدأنا نخلص ده طبعا بتاع يعني ده كله فضلات وحبوب اللي هي اللي وقعت من افص واحد للطيور شوفوا بقى كده معايا الوقتي الحبوب لما تصفت هيبقى شكلها ازاي ودي الحبوبة هيت هنبدأ نخسل الحبوب دي غسيل جيدا جدا لاحظ معايا عشان الطيور يعني ايه ما نعرضش الطيور لمشاكل بعد كده مشاكل معاوية وامراض خطيرة لان الحبوب دي اصيبت بالفضلات يعني الحبوب دي اصيبت بالفضلات فاحنا عايزين نعيد استخدام هذه الحبوب بشكل امن خلي التفاح خلي التفاح هتسيبه مثلا لمدة مثلا نصف ساعة وبعد كده هترجع تاني تغسل المية تاني يعني ما تخليش خلي التفاح اخر غسله لا طبعا ايه خلي التفاح هيبقى ايه هيبقى يعني يعني انت هتحاول ان انت تسيب خلي التفاح على اساس لو في بكتيريا في اي حاجة تموت يعني بحيث ان احنا نضمن الحبوب اللي معانا دي تكون على اتم وجه لو مش عايز تحط خلي التفاح مش مشكلة بعد كده هنحط الحبوب دي زي ما احنا شايفين كده على صنية ونحطها في الشمس وشايفين انت الحبوب هاي معانا قد ايه وزي ما قلتلكو ان دم يعني ما تستقللش الكمية الكمية كبيرة جدا يعني كمية كبيرة في خلال اربع تيام نشوف معانا مثلا يجي 8 كيلو او ربع كيلو من الحبوب يعني كمية كبيرة وبعدين حبوب صفية يعني ما فيهاش لطينة ولا فيها طرابة ولا فيها اي شيء خالص يعني حبوب صرف فانت بالشكل ده هتستطيع ان انت توفر كتير 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 وده شكل الحبوب بعد الكفاف طبعا الحبوب يعني منتزة جدا وبنلاحظ ان يعني الحبوب امنة جدا ونظيفة ويعني بالشكل ده ما فيش فيها لبكتيريا ولا فيها اي مشكلة خالص لان طبعا الحبوب تم غسلها غسلت جيد جدا وكمان الحبوب اتعرضت للشمس فالشمس قتلت جميع البكتيريا ودي كمية بسطة جدا يعني ده كمية من يعني قص واحد ومن جوج واحد يعني انت لو عندك مثلا كمية كبيرة فهتلاقي طبعا معاك كمية يعني علف بتقع منك يعني بشكل كبير جدا وده خسارة عليك جدا وانت اولى وما تقلقش الحبوب امنة جدا ومضمونة جدا ما تنساش دعم القناة وما تنساش الاعجاب بالفيديو دوت عشان يوصل لجميع الناس اشتركوا في القناة